بتحب ايه اكتر انه حد يغني المزيكة بتاعتك ولا انت اللي بغنيها مأمانة مأمانة مجاملات اه لا والله فيه ألحان بحب انها اللي غنيها بتبقى احساسي فيها يعني هو دايما طبعا احساسي الملحن بيوصل اكتر صح يعني سيد عمار الشريقي رحمة الله عليه الله يرحمه يا رب يعني هو صوته مش جميل يعني مش صوت لكن لما يغني يعني انا شعر ايدي بيقف والله انا لو وليتك ساوند كلاود عندي عشان تتأكد انا عندي كل الاغاني اللي غنيها عمار الشريقي الله يرحمه بصوته اه اه حاجة عظمة يعني انا افاكر فيه غنوة سمعتها له كان عن فلسطين بصوت ذكرى وذكرى يعني دي الله يرحمها برضو يعني حاجة صوت عظيم كده يعني مش هيتكرر وذكرى وانا بحب ذكرى جدا جدا وبعدين صديقي يوسف الشريقي بناخل لست عمار قال لي انت عارف ان استاذ عمار غنيها فاسمعتها صوت عمار الشريقي يا نهرب يا موضوع تاني بقى خالص ودي ذكرى يعني مش جايب مطربة يعني نجايب وحش الغنى يعني اللي قفل ليت الغنى عمار الشريقي لما غنيها موضوع تاني الاحساس واصل بشكل مختلف خالص عمار الشريقي نفاكر كان عنده غنوة غنتها الاستاذة فردوس عبدالحبيد بصوتها عصفور النار ايوة طبع وهو غنيها بصوته اه يا دين النابين لا لا موضوع ومن العذاب وممعزبين مش عايدي يعني انكد عني يعني بس هي الاغنية صحيح بس هو اداء احساسه بالمزيكة ببقى حاجة تانية اه مختلف طبعا فبقول له حقيقة هي كده بالضبط هو فيها يعني انا دايما يعني الناس لما تسمع مني اغاني كده عالعود حتى من غير حاجة يبقى الاحساس واصل اكتر فيه اغاني فعلا انا انا ما بغنيش يعني بغني كده رزالة يعني ففيه اغاني لا فيه اغاني هتبقى صعب علي ممكن انا بقى في دماغي افكار في الغنى مش عارف انفزها بصوتي فدايما بحب بحب انه حد تاني يغنيها لكن فيه اغاني بتبقى انا مفصلها على زي الغنوة اللي احنا اسمعناها اه يعني دي استحال حد تاني اه قبل ما توعد اه قبل ما توعد سيد علي حجار غناها بس انا حقيقة غنتها الاول يعني اه سيد علي حجار كانت تسمحها وعجابته جدا وغناها و هو صوت عظيم اه صوت عظيم بس فيه مثلا غنوة كلمتين لمصر اللي هنقفل بيها ان شاء الله دي انا غنتها والحقيقة و انا بحبها و بحبها بصوتي و يعني مش هسا حد يغنيها